التقت سمول أميرة سمية بنت الحسن رئيسة الجمعية العلمية الملكية التقت برئيس هيئة الأركان المشتركة لواء الركن يوسف لحنيطي وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة خلال زيارتهم للجمعية الملكية وجامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا التقت سمول أميرة سمية بنت الحسن رئيسة الجمعية العلمية الملكية أمس الاثنين رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد لحنيطي وعددا من كبار ضباط القوات المسلحة خلال زيارتهم للجمعية الملكية وجامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا وأعربت سموها خلال اللقاء الذي حضره نواب رئيس الجمعية ورئيس وعمداء كليات الجامعة عن فخرها واعتزازها بالقوات المسلحة جنود الوطن المخلصين تحت راية القائد الأعلى جلالة الملك عبد الله الثاني مشيدة بدورهم في الحفاظ على أمن الوطن والمواطن والذود عن حدوده وأكدت سموها أهمية دور القوات المسلحة في التخفيف من أثر الكوارث الطبيعية وتبيعاتها مثمنة ما قامت به من دور في تركيا وسوريا بعد الزلازل المدمرة من جهته أكد اللواء الركن لحنيط أهمية مواكبة التطور التكنولوجي في مجالات الأمن السيبراني لحماية الأفراد والأعمال والمعلومات والبنى التحتية واستخدام الطائرات المسيرة في منظومة عمل القوات المسلحة وأشر إلى أهمية الذكاء الاصطناعي في إيجاد حلول حيوية للعمليات اليومية في قطاع الدفاع والبيانات الضخمة وتحليل وحماية البيانات والأمن السيبراني وتطوير جميع التقنيات والنظريات والتطبيقات لمحاكاة الذكاء البشري عن طريق الآلات والبرامج وأجهزة الكمبيوتر وخلال الزيارة تم عرض مشاريع بحثية وتطبيقية من داخل الجامعة ذات علاقة بالمتطلبات الدفاعية والمشاريع المرتبطة بالصناعات الدفاعية في الأردن التي غطت مجالات الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي واستخدام الذكاء الاصطناعي في معالجة الصور الرقمية وتطبيقاتها في المجالات الدفاعية والأمن السيبراني في مجالات التشفير وأنظمة الطائرات المسيرة وعرض عميد البحث العلمي والدراسات العليا في الجامعة أحد المشاريع التطبيقية في مجال الاتصالات الضوئية الذي تم تصميمه في الجامعة